الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ العام الجديد بهجمات عنيفة للغاية على العديد من المدن الأوكرانية باستخدام طائرات المسيارة الإيرانية من نوعية شهد 136 وحتى بالصواريخ وحتى بالقذائف كل شيء بدأ واضحا منذ 30 من ديسمبر كل المدن بهذا الشكل أصبح لونها حمراء بسبب أن صافرات الإنذار قد دوت جميع هذه المدن عندما بدأت الهجمات 31 الأول من يناير والثاني من يناير في الساعات الأولى من هذا اليوم وكانت هناك لقطات لأشد الهجمات التي تمت بطائرات المسيرة الإيرانية بهذه الطريقة بعد ذلك بالصواريخ وصواريخ الكروز التي استخدمت بعنف على المدن الأوكرانية وطبعا هذه الضربات كانت خطيرة ليس فقط على التيار الكهربائي والطاقة الموجودة في أوكرانيا لا أبدا بل أنها قطعت الاتصالات بهذا الشكل في جميع هذه المدن التي ترونها لاحظ الاضطراب الكبير مع الضربات التي جاءت بحسب نت بلوكس من 30 لديسمبر وحتى 31 من ديسمبر سنة مختلفة هذه السنة بالإضافة إلى ذلك أن من نوعية استياد ونوعية التصدي الكبيرة الأوكرانية التي جاءت تحديدا لطائرات المسيرة الإيرانية كانت قد سقطت على عربات المدنيين الممتلكات المدنية الموجودة في أوكرانيا هذه هي أشلاء أخرى وأحدى الأشلاء المثيرة للغاية أحدى الأجنحة الخاصة بأحدى الطائرات المسيرة التي نتحدث عنها الإيرانية كانت هناك عبارة باللغة الروسية كما ترون وإذا ما حاولنا ترجمة هذه العبارة ستجد بأنها ستعني ببساطة من الروسية إلى الإنجليزية Happy New Year وهي سنة سعيدة جديدة وبالتالي هناك تهنئة مع القصف الروسي وبأنه واضح جدا بأنهم بدأوا بشكل مختلف هذه المرة الروس تجاه الأوكرانيين طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت بأنها أسقطت جميع هذه الطائرات في الأول من يناير أي اليوم الأول من عام 2023 ولاحظ نوعية الطائرات التي أسقطوها هي شاهد 136 الإيرانية كذلك في اليوم الثاني رغم أن هناك خطأ نوعا ما لدى الأوكرانيين لدى وزارة الدفاع الأوكرانية لأنه في حقيقة الأمر بأنه الثاني من يناير أكدوا أسقط جميع هذه الطائرات المسيرة من شاهد 136 وكذلك طائرتين روسية الصنع وأيضا إحدى الصواريخ وصواريخ الكروز وتحديدا الكاليبر التي استخدمته بالتالي أنت أمام 39 طائرة مسيرة و45 طائرة مسيرة يومين على التوالي طبعا هذا ما تمكن من عملية استياده وأسقاطه وأنما البقية كانت قد سقطت وأثرت في النقاط التي ضربتها إذن ما الذي جرى فعلا وما هي التفاصيل بالنسبة للهجمات التي جاءت في الصواريخ فهي قد استهدفت عددا من النقاط استهدفت دانيتك التي تعتبر جزءا مهما من إقليم دومباس وكانت الاستهدافات جاءت على كراماتورسك وكذلك على نقطة أخرى ألا وهي كوستانتينيفكا نقاط مهمة للغاية في دانيتك أيضا كان هناك استهدافا صاروخيا على زاباروجيا بهذا الاتجاه وأيضا كانت الاستهدافات حاضرة كما تحدثنا على العاصمة الأوكرانية كييف بل أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد تحدثت بأنها تمكنت من عملية استهداف قاعدة كاملة للقوات الخاصة الأوكرانية الفوج الثامن تحديدا وبأنها تمكنت من تدمير هذه القاعدة بشكل عام هم تحدثوا بأن عملية الاستهدافات هي جاءت بشكل مباشر كجزء كبير منها في استهداف المصانع للطائرات المسيرة الأوكرانية الهجومية التي استخدمتها أوكرانيا مؤخرا في الهجمات التي جاءت طبعا على العمق الروسي في الشهرين الماضيين وكانت ناجحة وناجحة للغاية أما بالنسبة للطائرات المسيرة فالزخم الأكبر لهذه الهجمات وعلى ما يبدو بأنها كانت قادمة من الأراضي بيلاروسية هي استهدفت بشكل مباشر العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا البنى التحتية للطاقة أدت إلى انقطاع في التيار الكهربائي في محيط هذه العاصمة الأوكرانية المهمة وطبعا من أكد هذا الأمر هو فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف هو الذي تحدث عن هذه المسألة وأيضا قائد القوات الجوية أو قائد القوة الجوية الأوكرانية وهو يوري إغنات كان قد تحدث بشكل واضح بأننا نتوقع بأن هناك هجمات وهجوما صاروخيا قادما في السابع من يناير على أوكرانيا ونحن نستعد لهذه المسألة بالتالي نحن أمام موجات كبيرة نتحدث خلال أربع أيام عن أربع أو تسع أكثر من تسع موجات من الهجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة على البنى التحتية الأوكرانية بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع خطر كبير قادم من بيلاروسيا في ظل تقارير بأن هناك رغبة في التقدم من القوات الروسية والقوات البيلاروسية الموجودة في بيلاروسيا على العاصمة الأوكرانية كييف في نهاية فبراير القادم أي نهاية الشهر القادم وبالتالي نهاية الشهر القادم وشهر مارس ستكون خطيرة للغاية في ظل كثير من التقارير الاستخبارية الأوكرانية وكذلك التقارير القادمة من الجارديان البريطانية ولكن في نفس الوقت هناك ما يأتي ضد هذه المسألة تماما فرئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وهو بوتانوف كان قد تحدث عن عدد من المسائل المهمة وقال بأن لروسيا الآن قدرة للقيام بهجمات صاروخية واسعة على داخل الأوكراني قد تأتي لهجومين أو ثلاث هجمات هذا ما تبقى لروسيا تحديدا للقيام به من الخزينة الصاروخية وقال بأن قدرة الروس أساسا على صناعة صواريخ الكاليبر خمسين صاروخا من هذه الصواريخ هم قادرين على صناعتها خلال الشهر واحد أي بما معنى الروس بعد نفاذ الهجمات التي نتحدث عنها مثلا ثلاث هجمات قادمة فإن الخمسين صاروخا لكي يستخدمونها أو هجوم واسع آخر على أوكراني هم بحاجة لشهر ونصف للقيام بهذه الهجمات وبالتالي الأسلحة الإيرانية هنا كطائرات المسيرة كصواريخ الباليستية الإيرانية الرئيناها تدخل لهذه المعركة ستلعب أدوارا مهمة بغض النظر عن كل ذلك فالأوكرانيين كان لهم رد على هذه الهجمات فمنظومة الهايمرس كانت حاضرة وهي منظومة أمريكية صاروخية مهمة لعبة أدوارا مهمة في هذه الحرب استخدمها الأوكرانيين استهدفوا دانياتك وقاموا بعملية بحسب ما قال الأوكرانيين بقتل أربعمائة جندي عسكري الروسي وزارة الدفاع الروسية قالت لا بالعكس 65 جنديا روسيا هم الذين قتلوا في دانياتك كرد سريع من الأوكرانيين وأيضا الأوكرانيين بعد كل هذه الضربات قاموا بهجوم على العمق الروسي وتحديدا على نقطة هنا بهذا الاتجاه نقطة للبناء أو بنية تحتية كهربائية في بريانسك وتحديدا في كلوموفو هي التي ضربوها وقطعوا التيار الكهربائي عن تلك المنطقة أيضا وكانت هناك اعترافا بالتفاصيل الروسية تحديدا هم الذين تحدثوا واعترفوا الروس تماما بهذه العملية وكما تراحظ هنا بأننا أمام هذه اللقطة هذه اللقطة الوحيدة التي جاءت من هذه المنطقة من المحطة الكهربائية التي ضربت هذا هو برج كما هو واضح ناقل للكهرباء بهذا الشكل واضح جدا من الاشتعال يوضح لنا طبيعة هذه الضربة أيضا هنا برج آخر هنا واضح جدا أمام لادر أمام درج تقريبا يستخدم في هذا البرج وهذا هو الانفجار واضح ونحن واضح جدا أمام مبنى يأتي خلف هذين البرجين طبعا بهذا الشكل واضح جدا وأن الانفجار يأتي بهذه المنطقة وهنا وكأننا أمام أنابيب ستكون مفيدة للغاية عند النظر لهذه المحولة هي تابعة لأحدى المحولات أي بما معنى أن المحولة هنا هي التي انفجرت خلف هذا المبنى الذي نتحدث عنه وعلى هذا الأساس عندما تذهب إلى القمر الصناعي إلى المنطقة التي تحدثنا عنها ألا وهي كليموفو التابعة لبريانسك في روسيا سنقترب من هذه المنطقة النقطة الكهربائية الوحيدة محطة الكهرباء الوحيدة الموجودة هي موجودة بهذا الاتجاه عندما نتجه إلى اليمين قليلا وكأننا نسير في الطريق المقابل لهذه المنطقة وإذا ما حاولنا أن نتوقف بهذا الاتجاه فقط لنلقي نظرة لنهبط بالقمر الصناعي ومن حسن الحظ أيضا موجود ومتوفر أنك تهبط لهذه المنطقة لكي تنظر لهذه النقطة هل هي حقيقية؟ هل نحن أمام نفس الموقع أم لا؟ ها نحن نهبط ها هي المحطة لنقترب منها فجأة أنت أمام نفس العامود هذا الذي ترونه أو الناقل الطاقة الذي تحدثنا عنه وكذلك هذا هو البرج الآخر الذي ترونه هنا المبنى واضحا أيضا وكما تلاحظون هنا وكأننا تحدثنا عن الأنابيب أو التابعة لهذه المحولة وهذه النقطة الأخرى الواضحة وبالتالي يبدو بأن هذه المنطقة هي التي ضربت كل شيء تطابق لنا وكل شيء متشابه كما تلاحظون إذن بالذهاب إلى القمر الصناعي مرة أخرى بالقفز إلى هذه المنطقة فهذه المحولة على ما يبدو هي التي استهدفتها أوكراني بطائرة المسيرة وحققت النتيجة المطلوبة الهجمات بالطائرات المسيرة والطائرات المسيرة الإيرانية هي قضية مهمة جدا يراقبها الغرب بشكل مستمر يريدون معرفة ما الذي يجري والإيرانيون قاموا بمناورات في ظل هذه الهجمات التي رأيناها الروسية على داخل الأوكراني قاموا بمناورات أطلقوا عليها مناورات ذو الفقار 1400 وواحد التي ترونها هنا هذه كانت فيها استعراضات كبيرة ومهمة للغاية بالنسبة لطبيعة طائراتهم وطبيعة الدقة التي تتمتع بها وهذا الموقع الذي ترونه هو أحد المواقع التي فيها رسالة كبيرة للغاية من طبيعة التصميم من طبيعة الضربات ولكن استخدمت فيها أنواع طائرات مسيرة مفخخة دقيقة للغاية إذن دعونا الآن نذهب إلى الشاشة فقط لنلقي نظرة على طبيعة هذا الموقع ونحاول أن نفهم أين يتواجد هذا الموقع وما هي الرسالة الواضحة بالنسبة طبعا للإيرانيين ودعونا أولا نأخذ هذه النقطة أولا لكي نحاول أن نفهم هذا الموقع نحن أمام مبنيين بهذا الشكل هنا أربع مباني واضحة شكل مميز للغاية من طبيعة هذه المباني هنا مبنيين آخرين وطبعا هنا شكل مميز سيكون مهما بالنسبة لنا ولا ننسى هذا الطريق وأيضا نحن أمام مدخلا مائيا بهذه الطريقة وهناك نقطة يابسة وكأنها واضحة بهذا الاتجاه ستكون مهمة للغاية بالنسبة لهذه المنطقة التي قال والإيرانيون صرحوا تماما عن النقطة التي تدربوا فيها ولكن ليس بشكل دقيق قالوا بأن المنطقة التي تدربوا فيها مع أخذ هذه العلامات هي كانت هنا بهذا الاتجاه في خليج عمان وتحديدا في ميناء جاسك دعونا نذهب بالقمر الصناعي إلى هذا الميناء مع أخذ هذه العلامات بالاقتراب من هذه المنطقة وهي مسألة مهمة ومهمة للغاية هنا ميناء جاسك الذي ترونه إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة التي ترونها وفجأة وجدنا هذا الممر المائي الذي ترونه بهذه الطريقة سنجد بأننا أمام تطابق تام لكل العلامات التي رأيناها هذا هو الممر المائي وطبعا هذه النقطة اليابسة وهذا يعني بأن المنطقة التي ضربت أو التي قاموا بعملية مناور عليها تأتي بهذا الاتجاه وكانت صورة محدثة من القمر الصناعي كشفت فعلا محدثة في آخر الصور توضح أن هذه هي النقطة التي قامت بالمناورة عليها إيران وهذا الموقع طبعا إذن ما الذي يشبه هذا الموقع ما هي الرسالة من هذا الموقع الذي نتحدث عنه بهذا الشكل تحديدا بالعودة للقمر الصناعي وبالذهاب إلى البحر الأحمر نهاية البحر الأحمر بهذا الاتجاه ودعونا نذهب إلى أحدى النقاط التي يسيطر عليها الإسرائيليون وهي إيلات إذا ما تتجه إلى إيلات بهذا الاتجاه ونذهب إلى ميناء إيلات تحديدا لنقترب من هذا الميناء ستلاحظ بأنه ليس واضحا لنحاول العودة إلى عام 2021 ونحاول أن نلتف إلى الشمال قليلا ستجد بأن المبنى متطابق تماما مع المبنى الذي ذكرناه الآن وهذه مسألة مهمة للغاية أنت أمام مبنيين بهذه الطريقة وهذا هو المبنى الثالث طبعا هذه المباني الأربعة التي على ما يبدو لم يأتوا ولم يصمموها بشكل دقيق ولكنها أنت فجأة أمام نفس الشيء نفس التصميم نفس الطريق تماما في رسالة إيرانية واضحة لطبيعة الأهداف التي تهدف لتحقيقها إيران في نفس الوقت أيضا هذا العام كان مثيرا للغاية بكل شيء ابتدأ أيضا من الصباح الباكر بهجمات إسرائيلية خطيرة على داخل السوري على العاصمة السورية دمشق من الساعات الأولى من يومنا هذا وضربات جاءت على دمشق تحديدا حول دمشق ومباشرة على مطار دمشق الذي ترونه هذا المطار ضرب هذا المدرج وضرب هذا المدرج إلى درجة أنه خرج عن نطاق الخدمة أي توقف هذا المطار تماما عندما تذهب إلى هذا المدرج على سبيل المثال في آخر سورة ستلاحظ سبع ضربات هي التي أدت إلى إخراج هذا المدرج تماما عن العمل أما المدرج الثاني فكانت ضربة واحدة كما تلاحظون كفيلة بإخراج هذا المطار عن الخدمة وفعلا تسجيل هذه المدرجة التي ترونها هنا الراناوي والراناوي التسجيل لمطار دمشق قد أغلقت تماما ولكن مع ذلك فبالنسبة لسوريا قد أعلنت اليوم بأنها أعادت العمل لهذا المطار فبحسب الـ Breaking Defense هناك أهداف مهمة بالنسبة لإسرائيل لإيقاف هذا المطار تماما